بسم الله الرحمن الرحيم وبي نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح مشاهدين العزاء متابعين الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير نحييكم في سادس ايامي هذا المهرجان مهرجاني قائزتي زايد الكبرى هذا اليوم الخاص ايضا بسن الاذاع على فترتين الصباحية والمسائية حيث ننطلق في هذا اليوم وفي هذا الصباح المميز التاسع والعشرين من شهر نوبمبر لعام الفين وواحد وعشرين للميلاد بانطلاقة سن الاذاع هناك عشرون شوطا رصدت في مقدمتها اول ستة اشواط للانتاج والمنتجين ومن ثم استكمالا للاشواط الاخرى منطلقين في هذا الصباح وفي هذا التحدي المثير مشاهدين العزاء متابعين الكرام حيث ننطلق عبر الهواء مباشرة وعبر قناة اياس الرياضية مرحبين بجميع الحاضرين في عاصمة الميادين مرحبا بالجميع ومباشرة اعلنت اول انطلاقاتي هذا اليوم مباشرة نسيري للمركز الاول الاتحادية عبدالله بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي يتقدم ليقدم لنا الاتحادية هذا رعي مردف احد منوك الانتاج الذي تألق انتاجه وكان قويا بالفعل في مشاركاته ايضا العملاقة المركز الثاني وصلت الوارية الويهي بن محسن بن الزفن العفاري يقدم لنا الوارية بينما المركز الثالث يهامل سالم بن حمد بن حمرور العامري يقدم لنا انطلاق قوية من خلال انتاجه الفاخر بينما الوصول هناك من لبوة لمحمد بن عيد بن غبشي العامري يقدم لبوة خذت المركز الرابع والمركز الخامس الوصول الجديد على خامس المركز هذه مشكورة حمد بن الشدي بن حماد الاكتبي خذ المركز الخامس بينما المركز السادس شهرة لمبارك بن حميدي بن سالم العمري واحد من ابناء السلطنة القادم للمشاركة ايضا من ولاية محوت بالفعل ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا شهرة خذت المركز السادس المركز السابع جدل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة شامس يقدم لنا جدل في ايضا المركز السادس في هذه اللحظات او المركز السابع بالفعل المركز الثامن المركز الثامن الوصول من انذار علي بن راشد بن عبدالله النعيمي يقدم لنا انذار في ثامن المراكز والمركز التاسع هذا القادم في هذه اللحظات سيب بن مصر بن راشد العميمي يقدم لنا خيره راعي الصداوي الذي ابدع ابداع قوي في سن الحجاي بينما الوصول هنا والدخول من طلعة لسلطان بن سالم بن غالب المنصوري هذه العشر المراكز الاولى وندان الاول مشاهدين ومتابعين الكرام في انطلاقات سن الامتاع سن الاذاع هنا تسعيرة هجن الرئاسة السابع المرافقة لهذه ايضا الانطلاق ولهذا المهرجان مباشرة على صدارة مباشرة على المركز الاول ومقدمة هذا الشوط يهامة سالم بن حمد بن حمرور العامري يتقدم واحد من الشعارات المنتجة والقوية على المركز الاول بينما الوارية الويهي بن محسن بن الزفنة الاعفاري يتقدم بانتاجه الفاخر والقادم من مدينة العين ومن من منطقة الفوعة بوجه التحديد ليقدم انطلاقاته القوية على المركز الثاني بينما المركز الثالث انذار علي بن راشد بن عبدالله النعيمي وصل ليقدم لنا انذار في ثالث المراكز وهنا المركز الرابع جدل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا الاداء على المركز الرابع نقلتنا مباشرة الى الشهر اللي وصلت وقالت المركز الخامس بتقدم هناك مبارك بن حميدي بن سالم العمري يتقدم في هذه لحظات بينما هناك الاتحادية عبدالله بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي يتقدم ولكن راعي الصداوي وصل ليقدم لنا خيرا سيب بن مصر بن راشد العميمي محمد بن سالم الهاشمي يتابعها في هذه الانطلاق القوية ولكن دخولنا من الزاوية الوقرة مع مشكورة حمد بن شدي بن حماد الاكتبئي يقدم لنا مشكورة وهنا الاتحادية ايضا دخولها قوي وتحديها مثير في هذه اللحظات هناك الوصول الاقوى من خلال وبرة محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري واحد من الشعارات القوية ارى شعارات خلف ايضا العشر المراكز الاولى هناك شعار سيل بن سالم قادم بكل قوة وشعار ايضا بمنانة وانتاجه الفاخر ولكن لا نسبق الاحداث نعود مباشرة الى مقدمة هذا الشهوط الى المنافسة القوية والى الصدارة الاولى والمركز الاول يهامة سالم بن حمد بن حمرور العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة يقدم لنا هذا التحدي المثير وهناك انذار من الزاوية الاخرى علي بن راشد بن عبدالله النعيمي يتقدم ولكن جدل اللي بدأت تغير الصدارة يتقدم ايضا ايضا شعار سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشام سياتي مع جدل الوصول الجديد هذه من حاف سهيل بسالم بن سهيل الخيالي يقدم نوعية فريدة وانتاجه قوي واحد من الاسماء القوية والعملاقة في عالم الانتاج هو سهيل بسالم بن سهيل الخيالي يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه التحديات المثيرة من حاف ايضا اه سجلت انجاز ايضا في التمهيديات وخطيرة على هذا الشوت من خلال هذا الانجاز القوي اللي غيرت الصدارة وخذت المركز الاول في صدارة هذا الشوت وفي هذا التحدي المثير مشاهدين العزاء متابعين الكرام بهذا الانطلاق الجميل اذا من حاف سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي هو من يتقدم على المركز الاول على الصدارة الاولى على مقدمة هذا الشوت من حاف من حاف بينما جدل في المركز الثاني سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يقدم لنا ايضا هناك جدل بينما هناك يهامة سالم بن حمد بن حمرور العامري وصلت انذار علي بن راشد بن عبدالله النعيمي المركز الخامس الوصول في خامس المراكز الوارية الويهي بن محسن بن زفنة العفاري وصل بن منانا ليقدم انطلاقة حفلة سالم بن سعيد بن منانا يقدم لنا حفلة في هذه اللحظات وهناك ايضا نراعي خيرة يتقدم من خلال سيد بن مصر بن راشد العميمي الوصول الاخر ايضا الدخول المميز من انجاز سعيد بن هنة بن قرامش لم حرم يقدم انتاجه الفاخر وتحدياته الجميلة بينما هناك ايضا تأتي منصة حمد بن سيد بن فالح بن راشد الشامسي يصل مع منصة والوصول الاخر من مداغيش مسلم بن علي بن دريل منصوري ووصول اخر هناك من خلال تواجد الضبي مكتوم بن سعيد بن منانا ايضا الاكتباء هذه النتيجة هذه النتيجة هذه نتيجتنا مشاهدين الاعزاء في ايضا انطلاقاتنا لهذا اليوم ولهذا التحدي المثير والرايع سادس ايام مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام نعود الى مقدمة شوط نعود الى المركز الاول نعود الى المقدمة والصدارة من حاف اسهيل بن سالب اسهيل الخيالي يتقدم على المركز الاول احد الاسماء القوية احد الاسماء القوية الذي له الرغبة الكبيرة بالمشاركة في جائزة زايد الكبرى لان هذا الاسم تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثرى يتواجد اسهيل بن سالم الاخيالي يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الخزنة ايضا سلالة غنية سلالة وبران بو خالد احد السلالات الرائعة والجميلة محمد بن سهيل ايضا الاخيالي العصاف الابطان العصاف الابطان هذه هي في الصدارة في المركز الاول من حاف اسم تاريخي اسم تاريخي يا سهيل بن سالم الاخيالي نقدم لك التحية نقدم لك التهاني على هذا الانجاز وسلالة وبران احد السلالات الغنية عن التعريف ايضا سلالة وبران ابو خالد ايضا الموجود ابعين محمد بن سهيل ايضا ابو خالد يا سلام سلالة تفرق عن سلالة تهانينة والناموس على هذا الفوز الجميل يا كم له من معنى كبير هذا الفوز مع اسهيل بن سالم بن اسهيل الخيالي في جائزتي زايد الكبرى رحمك الله يا زايد وطيب الله ثراك واسكنك في سيح الجنات هنا تهانين والناموس على المركز الاول بينما المركز الثاني اندار علي بن راهي بن عبدالله النعيم المركز الثالث وصول هناك من مرموقة حمد بن محمد بن سعيد العفاري المركز الرابع وصلت حفلة سالم بن سعيد بن منان المركز الخامس دخول جميل من خلال شواهين سالمين بن دغاش بن محمد العامري هكذا من حاف مشكور يا علي مشكور يا علي اللي قدم النوعية الفريدة تهانين وناموس لسهيل بن سالم بن اسهيل الخيالي احد الاسماء القوية احد الاسماء الذي شارك بهذه النوعية انتاجه الفاخر واحد الاسماء كما سنت بانه تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه تسع دقائق سبع ثواني وخمس اجزائي من الثانية تهانين لسهيل بن سالم بسهيل الخيالي على فوز ايضا من حاف بالمركز الاول بينما المركز الثاني اندار وصلت في ثاني المراكز لعلي براشد بن عبد الله النعيمي تسع دقائق سبع ثانية تسع دقائق سبع ثانية تهانين وناموس على هذا الفوز المميز بينما المركز الثالث وصلت مرموقة حمد بن محمد بن سعيد العفاري ما يبنى لا طاري ابدا شعار بالدبيه تسع دقائق سبع ثانية وفاء وتماما وكمالا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام اسعد الله صباح